أكرم بقوم أكرم القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان الجاهلون قد افتروا بحماقة ليهانك القرآن في إمعان قرآننا يا مسلمون محارب ومهدد بقذائف البهتان قد بدلوا الآيات بعد نزولها ومعارضين هداية القرآن إني أنوح مهابة بل خشية من خالق الآفاق والأكوان فالقرآن الكريم كلام الله تعالى منه بدأ وإليه عود تكلم الله تعالى به على الحقيقة وسمعه منه جبريل عليه الصلاة والسلام وأنزله على محمد صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه في القرآن الكريم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون فإنه يسري به في آخر الزمان من المصاحف والسدور فلا يبقى في الصدور منه كلمة ولا في المصاحف منه حرف فلا يبقى على الأرض مؤمن ويبقى شرار الناس وعليهم تقوم الساعة فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن هذا القرآن الذي بين أظهركم يوشك أن ينزع منكم فقيل له كيف ينزع منا وقد أثبته الله في قلوبنا وأثبتناه في مصاحفنا قال يسري عليه في ليلة فينزع ما في القلوب ويذهب بما في المصاحف ويصبح الناس منه فقراء فأكثروا تلاوة القرآن قبل أن يرفع ثم قرأ قول الله تعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس والشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها فقال له أحد الصحابة ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة ثم أقبل عليه في الثالثة فقال يا صلى تنجيهم من النار تنجيهم من النار تنجيهم من النار فلا تقوم الساعة حتى تبعث ريح حمراء من قبل اليمن فيكفت الله بها كل نفس تؤمن بالله واليوم الآخر وما ينكرها الناس من قلة من يموت فيها مات شيخ في بني فلان ومات تعجوز في بني فلان ويسرى على كتاب الله فيرفع إلى السماء وتقيء الأرض أفلاذ كبدها من الذهب والفضة ولا ينتفع بها بعد ذلك اليوم يمر بها الرجل فيضربها برجله ويقول في هذه كان يقتتل من كان قبلنا وأصبحت اليوم لا ينتفع بها فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أكثر تلاوة القرآن قبل أن يرفع ويصبح الناس منه فقراء وينسوا قول لا إله إلا الله ويقعوا في قول الجاهلية وأشعارهم وذلك حين يقع عليهم القول قال الله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون فتخرج هذه الدابة في آخر الزمان عند فساد الناس وعند تركهم أوامر الله عز وجل وتبديلهم الدين الحق يخرج الله عز وجل لهم دابة من الأرض قيل من مكة وقيل من غيرها فتكلم هذه الدابة الناس كلاما وتخاطبهم مخاطبة فتقول لهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويقبض الله عز وجل أرواح المؤمنين ولا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق ولا تكون صلاة ولا صيام ولا حج ولا صدقة ولا تكون هناك فائدة من وجود الكعبة ولا بقاء القرآن فيقدر الله عز وجل خراب الكعبة على يد كافر من الحبشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة وسيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة فبادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا وفي رواية بعرض من الدنيا زائل فاللهم جعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وأحزاننا اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعلنا من أهلك أهل القرآن إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت اللهم آمين هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز المشاهد لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى عظم الله عز وجل كتابه الكريم وأنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى يكون شفيعنا يوم القيامة فالقرآن الكريم مليء بالآيات والمعجزات لكن جعل الله عز وجل فيه آية إذا قلتها تنتظرك الملائكة كل ليلة على باب الجنة ولا يحل بينك وبينها إلا الموت فهي من أعظم الآيات التي نزلت في القرآن الكريم والتي تدخلك الجنة دون حساب ألا وهي آية الكرسي فهي لها شأن عظيم في القرآن الكريم وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها سيدة القرآن ومن أعظم الآيات فعند نزولها تساقطت الأصنام وهربت الشياطين فالآية رفعها الله عز وجل في بدايتها باسمه الله وفي نهايتها باسمه العلي العظيم وهي ترفع معها كل من تعلق بها واستمسك بها ومن حفظها حفظته ورفعته معها إلى أعلى مقام وأسمى منزله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر